محبي ومشاهدي قناة الطيور السلام عليكم أتمنى أن تكونوا في تمام الساعة والعافية قبل البدء صلوا على النبي وادعمونا بإعجاب واشتراك في القناة إن كنت من المشاهدين الجدد ووضع علامة الإعجاب تساعدنا على نشر المزيدين إن شاء الله فيديو نهار اليوم تحت عنوان السمان يتزاوج ولكن لا ينتج البيض ما الحل ولأين المشكل قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن تعلموا جميعكم بأن التزاوج ليس لديه أي علاقة بإنتاج البيض لأن التزاوج غريزة في الحيوان فأنت السمان تبيض بدون الحاجة إلى ذكر لذلك توجد عوامل هي التي تساعد على إنتاج البيض أول عامل وهو تقديم العلف الجيد سواء كان علف مركب كذلك ذرة أو قمح أو شعير مدشش يساعد على إنتاج البيض زائد ترك الإضاءة ليلا لزيادة ساعات الأكل لأن السمان البيض لكي يبيض يوميا يحتاج من 16 إلى 17 ساعة أكل زائد توفير التدفئة إذا كان الجو بارد خاصة في فصل الخريف والشتاء أما بالنسبة لفصل الصيف فعكس فصل الشتاء يزب توفير البرودة والرطوبة وإن لم نستطع توفير ذلك فقد ينقص أو ينقطع إنتاج البيض عند طائر السمان لأن السمان في فصل الصيف يشرب أكثر مما يأكل أما بقايا الطعام فتعتبر من المكملات فقط وتساعد في التنوع الغدائي للطائر كذلك تساعد على الاقتصاد في العلف أتمنى أن لا تبخل علينا بوضع علامة الإعجاب لنستمر في نصر المزيد إن شاء الله لمن لديه سؤال أو استفسار فنحن على استعداد بالإجابة عليه عبر وضع فيديو أو في التعليقات أراكم في فيديوهات اللاحقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة